يعني عشان كده يعني فابتدت الوجهة النظر تتغير شوية من رمضان الصبح ابتدى الاتجاه بتاعه يروح للزمالي وحقه وعلى فكرة هو كمان بصراحة يعني حقه انه هو خلاص هو يفكر زي ما هو عايزه على فكرة خلاص لان هو النادي الاهلي واخد قرار من الاخر تقفل الباب في وشه رمضان الصبح فاكيد هو عنده طموح اكيد عايز يرجع لنادي جماهيري عايز يبقى فيه دعم جماهيري ليه عايز ابتدى يفتقد الجماهير فاقرب حاجة ليه هو الزماليك وكام ده انا قلته من فترات على فكرة والله الحمد لله دايما الواحد سابق دايما الواحد سابق دايما لان انا بقولوكم دايما ان والله ما باجه اتكلم مع حضراتكم بتعامل معكم باحساس اللاعب اللي انا عشته وانا قلتك كام ده والله لو تتابعوا تصراحاتي من حوالي تقريبا شهر قلت ان جي الوقت وبين على رمضان ان هم مفتقد تواجد الجماهير احساس ان انت عندك دعم جماهيري ودعم اعلامي لأ حاجة حاجة مميزة وفرقت معا ان هم يبقاش موجود في المنتخد فرقت معا ان هم مش يعني ما سافرش مع المنتخب في كاس الامم الافريقية كل الحاجات دي اكيد هو تباحة وحاسس بيها فعشان كده وبعد بشكل كبير جدا فالحاجة الوحيدة اللي هترجعه هو انه يروح نادي الزمالك في الاول اخر هو اختياراته رمضان صبحي من اللاعبة المميزة او ممكن يكون باعد في اوقات كتيرة جدا عن مستوى باعد فترات بعيدة عن حتة الجماهيرية بس في الاول اخر هو من اللاعبة المميزة ولعب كان ليه مستقبل كبير جدا سواء مع النادي الاهلي او حتى مع منتخب مصر فبنسبة كبيرة جدا والكلام اللي يصير في الفترة ياخد ان رمضان صبحي هيكون في الزمالك المسلم الجهة طبعا اكيد عبدالله السعيد هيتدخل وتوجده برما عبدالله السعيد هيبقى اضافة في نادي الزمالك ففيه حاجات كتيرة جدا دي حزبية سواء من اللاعبة سواء من مجلس ادارة كل الحاجات دي دي حزبية سواء من اللاعبة سواء من مجلس ادارة كل الحاجات دي دايما هتلاقيها تبقى مطروحة زي ما بيتقالي وفي الاول اخر هي كورة اهولها تاني وتالت ورابع وخامس رمضان انت جات لك فرصة في حياتك وفي ظل في وقت بجد بصراحة انت كنت زمانة جلواتي من اساطير النادي الاهلي مش هتقول يعني مش هتكلم يعني هتبقى حاجة كبيرة جدا جدا جهو النادي الاهلي يعني النادي الاهلي فعلا تعامل مع يعني مع رمضان افضل معاملة حقيقي اولا اه موضوع ان هو جابك من انجلترا وكلمت في النقطة دي اكتر من كذا مرة اه دفع مبالغ كبيرة جدا في الاعراء وعلى فكرة ده معناها ان كان النادي الاهلي متمسك بيك كان عاملك مستقبل وعملك مرحلة انت ممكن كنت ماشو اخد بالك منها بس فعلا بسبب ده اجماعة خلانا اتكلم برضو ان ساعات ممكن تويش الشباب والفكر المتسرع والافكار برضو ما بحبش اتحمل على حد بس هو خلاص هو خد قراره فتحمله بقى